استطاعت مصر الدخول في مجال تصنيع المدرعات التي تنافس في الأسواق العالمية بإنتاج 100% من التصنيع هذا وقد أكدت أيضا أو أكدته المدرعتين المصريتين ST500 و ST100 والتان جذبتا لانتباه خلال معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بكل فخر صنع في مصر شعر اتخذته هذه المدرعات لتؤكد على استطاعة مصر الدخول في مجال تصنيع المدرعات لتنافس في الأسواق العالمية إلا أن الفكرة لا تقتصر على التصنيع فقط فقد تبلورت هذه الفكرة بعد حرب الإرهاب التي انتصرت بها مصر في شمال سيناء جاءت الفكرة يا فندم أننا ننتج مركبة مضادة للألغام متعددة المهام في 2016 تم إنتاجها فعاليا في 2018 المركبة يا فندم فخر الصناعة المصرية ليه فخر الصناعة المصرية؟ لأنها من تصميم وتنفيذ وإنتاج مصري خالص 100% مش بقول من الجماعة في مصر بقول إنتاج في مصر نسبة المكون المحلي فيها يتعدى 70% المستهدف أننا وصلنا لمرحلة متقدمة من تصنيع مركبات قادرة لديها من المنورة وخيفة الحركة والتسليح أنها تكون من أحدث وسائل النقل للأفراد وتكون قادرة على المنافسة مع نظائرها الغربية والأمريكية في هذا المجال نفس التسليح ونفس الوزن وتتميز أيضا هذه المدرعات ST100 وST500 بنظام إعاقة وشوشرة إلكترونية على مختلف نطاقات الاتصالات والشبكات اللاسلكية لتحييد أنظمة تفجير العبوات الناسفة عن بعد وهي ليست بالأرضية فقط لكنها تم تجهيزها لمواجهة الطائرات الموجهة الطائرات بدون طيار بصناعة وتطوير مصري خالص العالم كله في تحدي ومصر في تحدي خاص نحن عاوزين نوصل في أبدا الحدود أن نحن كل جزء صغير جدا من أي منظومة يكون تصريع مصري 100% نحن الحمد لله نفتخر أن المنظومة دي بالكامل من أول الأجهزة المستخدمة فيها كأجهزة عاقة أو أجهزة كتشاف بالإضافة للمدرعة نفسها هي منظومة مصرية 100% وجذبت المدرعتان انتباه الحضور لقواتهما وكفاءاتهما المميزة فهما من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي المصرية داخل مصنع 200 الحربي وتم عرضهما ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقام بمطار العالمين الجديدة مدرعات أرضية لكنها ليست بالعادية فهي تعمل أيضا على مواجهة الطائرات الموجهة وصنعت بأياد مصرية وثأتي هذه الصناعة ضمن استراتيجية مصر لتوطين الصناعة المحلية والتهكيد على استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 20-30 كاريم بيبرس التلفزيون المصري